تحتل ليبيا حسب معطية إعلامية المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط كما تملك أضخم احتياطات نفطية مؤكدة في إفريقيا أشهر من الإغلاق القصري للحقول والموانئ النفطية الليبية انتهى خلال يومين فقط بعد تعيين دبيبا لرئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنغدارة بالرغم من محاولة الجهات المسؤولة نفي وجود أي صفقة سياسية وراء ذلك تمتع ليبيا بهذه الثروة أكيد أنه يضعها في ظل الفوضى السائدة في البلاد محل أطماع خارجية ورفض الليبيين محاولة مستشرة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز فرض رؤية أجنبية على إدارة ليبيا لقطاع النفط بما يمثل تعديا على سيادة ليبيا دليل على ذلك إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا لأشهر أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط في الدول الغربية منعكس سلبا على مختلف المواد الغذائية وغيرها سيما بعد اندلع الأزمة الأوكرانية ومات لها من انعكسات أسسها التخلي عن الغازة الروسية ما جعل مصالح هذه الدول تتشابك وتتغير مواقفها وتعقيد التحالفات والهدى والاتفاقية فقط من أجل تخفيض أسعار البترول من خلال إجبار إعادة فتح الموانئ النفطية في ليبيا والعودة للتصدير في مساعي منها للسيطرة على الأسعار إن لم يكن على الهلال النفطية وخير مثال عن ذلك زيارة بايدن للسعودية والتي كان أحد ملفاتها البترول وأسعاره الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا من انقسام بين الفرق السياسيين وفشل في الوصول إلى حل سلمي كان سببا وجيها لانتقال التوتر إلى القطاع الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني في البلاد وجعلته محل تدخل الدول الأجنبية للتحكم والسيطرة عليها تلبية لمصالحها الشخصية ترجمة نانسي قنقر